إصطار قانون ينظم حياظة وحمل السلاح هنا في هذا المكان وبعد هذه الكلمات كان الرصاص يتجه نحو صدر هذا الرجل الذي لم يحمل في صدره إلا كلمة الحرية والشعب والحرية ونزع السلاح كما جاء في كلمته الأخيرة كان خطابه الأخير بمثابة وصية تضمنت رؤية لمشروع دولة مدنية تمتلك فيها الدولة حق احتكار السلاح إلا أن قتلته كانوا يدركون جيدا حجم الرجل وخطره على أصحاب المشاريع الخاصة والنفوذ في البلاد فنزع السلاح لا يزال عقدة الحل لكل مشاكل اليمنيين تقول المرويات إن كلمات الحرية تقتات قلب أصحابها كما هو حال قلب جار الله عمر الذي هاتف بعبارته الخالدة وطن أو لا وطن عندما كان يدرك أن الوطن الكبير الذي تشكل في الثاني والعشرين من مايو بدأ يتسرب من بين أصابع اليمنيين وتحول إلى لا وطن في بلد مثل اليمن شهدت الجريمة السياسية حضورا لافتا من بينها الإغتيالات السياسية التي كانت تتم أغلبها في ظروف غامضة إلا فيما يتعلق باغتيال جار الله عمر فقد تم على مرأة ومسمع من العالم وأمام عدسات الكاميرات وفي مؤتمر سياسي واسع كان ضمن مشروع سياسي هندسه وعرف فيما بعد باللقاء المشترك لفظ جار الله عمر أنفسه ودفع حياته ثمنا لكتلة سياسية تحولت إلى معارضة لمتشتاتها وانقسامها وأفرزت حراكا شعبيا واسعا في الجنوب والشمال تحولا بدأ بالحراك الجنوبي وتكلل بالثورة الشبابية الشعبية يدفع اليمنيون اليوم ضريبة تخاذل القوى السياسية عن تشكيل امتداد مشروع جار الله كما يدفعون ثمن عدم كشف حقيقة القاتل ومحاكمته علنا تماما كما حصلت الحادثة علنا وأمام شاشات التلفزة لا يزال قتلة الشهيد جار الله عمر يمارسون ذات المهنة القاتلة والمدمرة في حق شعب آمن بالحرية وتاقل الخلاص